السلام عليكم ورحمة الله أهلين بكم في قناة الواي اكوا فيديو اليوم سنحكي فيه عن طريقة إضافة الشرمب للحوض من غير أي خطر على الشرمب بالعادة لما تشري أي سمكة جديدة عشان تضيفها بأمان ضروري تحط الكيس لفيه السمكة على سطح المية في الحوض مدة 4 ساعة أو نص ساعة عشان تتأقلم السمكة بتدريج مع درجة الحرارة أغلب نوع الشرمب حساسات للخواص والكمياء متاع المية مش بس لدرجة الحرارة عشان هكي أفضل طريقة هي أنك تستعمل لدروب أكليميشن أو تتأقلم بالتقدير أنا جبت لونين من اللون نيو كارديني الشرمب اللي هم اللون الأحمر المعروف بالشيري شرمب واللون الأصفر وحنوريكم كيف ضفتهم بالخطوة أول شي تاخذ أي نوع كبايا بلاستيك بعدها تفتح فيها فتحة صغيرة بحيث يمر منها أمبوب الكسجين دخل فيها قطعة صغيرة من أمبوب الكسجين ركب محبس في نهاية أمبوب الكسجين بحيث تقدر تتحكم في كمية المية اللي تنزل أخذ شوية من المية للحوض بعدها أفتح المحبس شوية بحيث ينزل قطرات بسيطة من المية بالطريقة هذي الشرمب باش حينصدم بالاختلاف في خواص المية وحيتأقلم معها بالتدريج لنيو كارديني نوعا ما مش حساس كيف لنوع تاني من الشرمب هنقليه ساعتين بالشكل هذا وبعدها هنضيفها للحوض لو نوع تاني من النوع الشرمب الأكثر حساسية الأفضل أنك تخليه تأقلم لمدة 12 ل24 ساعة لو عجبك من الفيديو ما تنسوش تديروا لايك على الفيديو وتقدروا تكتبه في تعليقات شن الموضوع اللي تبوني نحكي عليه في الفيديو الجاي ما تنسوش تشتركه في القناة شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة